السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم خير. ان شاء الله هنبدأ النهاردة الجزء الاول من الاسبيشال كورس تري. الكورس طبعا مقسمة إلى ثلاث اجزاء. انا هشتغل على الشغل بتاع السيزمولوجي بتاع الزلازل. وناخد معلومات عن اسباب حدوث الزلازل وكيفية قياسها والتحديد مواقعها. واشياء خاصة بالموجات السيزمية. وازاي نتعرف عليها والفروق بينها. فهيبقى فيه شوية معلومات شيقة جدا في الكورس ان شاء الله. يعني يمكن هيستكمل بعض الحاجات اللي هي مش موجودة اصلا في الكورسات اللي بتدرس في المقارات الدراسية المنتظمة. اول حاجة عايزين نعرفها يعني يمكن النهاردة تبقى مقدمة. مش هنحكي اكتير. اه هنتكلم بس عن ايه هو الزلزال. والزلزال اللي وين عرفناه هو عبارة عن والفايبريشن ده بيحصل نتيجة لانه في بيحصل لها يعني اه في بعض الطاقة مختزنة في الصخور والطاقة دي بيتم استخراجها او ظهورها نتيجة للفايبريشن. والفايبريشن بيجي اساسا من كسر في هذه الصخور او لاسباب اخرى. يعني احنا مش هنتكلم بالتفصيل دلوقتي بس عايزين نعرف بس الزلزال هو عبارة عن اه حركة ارتعاشية او فيبريشن للارض ينتج بحدوث او انتشار لموجات او طاقة معينة بنسميها بعدين الموجات السايزمية. ودي بتبقى يعني طاقة كبيرة جدا. وبيحدث دايما الزلزال زي ما قلت من شوية كده. اه في اماكن مختلفة. السبب الاساسي او يعني هو هو حوالين وفي اسباب تانية كتير بسبب زلزال برضو. الانرجي دي تبقى اساسا مختزنة او مخزنة في الصخور نتيجة للضغط او اللي بيحصل على الصخور بسبب الحركات الارضية بيسبب اه يبقى دايما السترس والسترين هما السبب اه اه تغزين او ستورنج دي انرجي انسايد دي روكس امتل دي روك ايه بريكس لغاية ما السخر يحصل له كسر. وانس انو يحصل كسر للسخر بيحصل ريليز على دول الانرجي اللي كانت ايه مخزنة وتظهر هذه الطاقة في شكل سايزميك ويفز. يعرفنا اول المسمه. دي عبارة عن طاقة. تخرج من الصخور نتيجة اللي كسر هذه الصخور. طيب. الريليز بتاع الانرجي ده او بتاع الاكيوميليتد الاستيك سترين. هو السبب الاساسي لهالتزاز الارض. زي ما حضراتكم شايفين كده في مركز معين بينتج منه اللي بيحصل فيه الكسر ده والروبشر. اللي هو في السنتر ده. اه بيبقى على طول اللي هو ده. وبينتج عنه موجات. احنا شايفين موجات شكلها ايه هنا? شكلها دواير ولا شكلها خطوط ولا شكلها ايه? احنا شايفينها دواير. لكن هي في الاصل سفيرز. عبارة عن اشكال كروية. والجوز الصغير المطاقة دي بيانتشر خلال سطح الارض من خلال الموجات اللي بتسمى الموجات السيزمية. ودي اللي بتسبب تزلزات الارض دايما بتكون مقترنة بالزل. لو احنا بصينا هنا هنلاقي فيه نوعين اساسيين من الموجات. سعد يا اما بنسميها او بنسميها ومن الاسم بقى? احنا ممكن نعرف دول من الاسم بتاعهم يعني الموجات اللي بتسير في باطن بالارض او في جسم الارض. surface waves دي الموجات اللي بتسير on the surface of the earth. on the surface of the earth. كويس. الصيزمية كويفز زي ما شفنا الشكل من شوية يمكن بسببها اكتشف العلماء انه باطن الارض عبارة عن سائل. لانه خواص هزيه الموجات بتديك انطباع عن المادة اللي بتمشي فيها او بتزير فيها يعني بعض هزي الموجات بتصير في الماضي الصلبة بعدها بتصير في السوائل فقط بعدها لا تصير في السوائل وهكذا. عشان كده نقدر نعرف الخواص الطبيعية للمادة او الميديا اللي بيتم فيها ايه? ايه سياريان هذه ايه الموجات. كويس. لو احنا بصينا على الشكل اهو احنا قلنا يعني الموجات عبارة عن كروية او احنا بتشكل السطح الثو دايمنشن. ادي شايفين السنتر وشايفين ازاي الموجات بتتحرك فوق سطح الارض وتحت سطح الارض. واو بين ممكن يكون ده جزء من القسرة الارضية وده جزء تاني. وشايفين هنا على الخط الفاصل الانترفيس بتوين تو انترفيس بنشوف الانكسارات اللي بتحصل. نفس القصة. طبعا هي بتتحرك بشكل معين. آآ زين بالزبط اللي ما بنجيبي بتجيب مسلا قطع الصخر وترميها في المياه بيتكون على دواير هي تشبهها بالزبط. حنتكلم عن الشكل ده وبعدين لكن خلينا نشوف امثلة سهلة جدا عشان نقدر نتعرف على نوع الموجة. يعني لو عندنا مسلا في نوعي من بي ويف اللي هي شايفين حضراتكم دي اول واحدة. ولو شايفين لو احنا علمنا على جزء من الارض هنا بمربع الاسود ده شوف اللي بيحصل ليه جبما تتحرك الموجة من الشمال اللي يمين بص كده معي بيحصل ايه? تضاغط وتخلخل. بيحصل كومبريشن واكسبانشن. يعني شايفين بيحصل تضاغط وتخلخل ليه البارتكلز. لكن مازال الجسم ده او البارتكلز تتحرك في نفس اتجاه انتشار الموجة. لو الموجة جاية من الشمال اللي يمين البارتكلز ده كلها بتتحرك نفس الاتجاه. وده السبب الاساسي اللي بيخلي الموجات او النوع ده من الموجات البي ويف هي اسرع الموجات وصولا. هناخد طبعا هناخد ده بالتفصيل بعدين احنا. ده النوع التاني من الموجات البادي ويف وبنسميه الاس ويف. وهنحكي بعدين برضو ليه سمينا ده بي ويف وليه ده سمينا ده اس ويف. شايف هنا الحركة بتاع البارتكلز بتبقى عمودية على اتجاه انتشار الموجة. عكس ايه? البي ويف. طب يا طرح مين اللي بيوصل اسرع دي ولا التانية? الاس ويف ولا البي ويف. الاس ويف بتوصل ابطأ. البي ويف بتوصل اسرع لانه هنا بتاخد وقت الزمن اطول لانه بتحرك ازا شايفين انتو الحركة بتاع البارتكل موشن بتاخد وقت عشان توصل للتارجت بتاعه. ده النوعين الاساسيين لمين? ليه? اللي هي ساعد بنسميها والاس ويف ساعد بنسميها وهنحكي على الاسمين دول بالتفصيل وهنعرف ان شاء الله في المحاضرات الجاية الفروق الكاملة بين النوعين دول من الموجهات. بعد كده هنسيب البادي ويف وهنطفل على الموجهة الاولى من السيرف اس ويف ده هو الموجهات السطحية. ودي النوع الاول منها اسمه اللوف ويف. واللاوف ويف نسبة الى العالم اللوف اللي هو اكتشف هذا النوع من الموجهات وشايفين بيشبه شوية الموجهات الاس ويف. في البارتكيل موشن. واحنا بنشوف هنا ان هنا يعني ايه متعامدة. وبنشوف برضو دي بتاعتنا ازاي? دي ببتاعتنا. بتمثل حركة الارض بصفة عامة هنا. لما تشوف المربع الاسود ده. لو ده بيتك او ده مصنع او ده مكان. شوف الاهتزاز اللي بيتم فيه بيكون بالشكل ده. الى الامام والخلف والاعلى والادنى. فمشكلة كبيرة. طيب النوع الاخير بقى من الموجهات السازمية وهو يعتبر النوع التاني من الموجهات اه السطحية هو بسميه رالي ويف. والرالي ويف ده ده النوع التاني وهو ابطأ الانوعاع الموجهات السازمية اه سرعة. وبيتم بالشكل الابتك شكل اهليجي. شايفين انا يمكن رسمين باللور الازراء هنا بيبين لك عبارة عن شكل بيضاوي. تبقى عالية ناحية السطح وبعدين تبدأ تجلى الاسفل. زي لما يكون عندك موجهات البحر كده بالضبط مسلا الموجهة بتكون عالية. هل معبولة الموجهة دي اللي احنا بنشوفها فوق مترين وتلاتة متر تحت بتبقى نفس الارتفاعلة. بيبقى بتاعها او بتاعها اجل شوية. اه دي بصفة عامة انواع الموجات وليه الموجات دي بتيجي من فين. ودي مقدمة بسيطة بس عشان ادي فكرة على بداية الكورس بتاعنا. ان شاء الله هنبدأ الكلام ده من الاسبوع الجاي ناخد بالتفصيل اه ايه الفروق بين الانواع المختلفة. ازاي بنوقع او بنشوف فين الزلزال بيحصل. وازاي بنحسب مسافة بين مصدر الزلزال اه ومحطة القياس. وحنكمل ان شاء الله مع بعض. اه اشكركم والى اللقاء القريب. اشتركوا في القناة.